أستطيع أن أعرف أن أعرف أعرف إذا كانوا من العرب لأن الأساس عبارة عن قطرة من كل بحر قطرة من بحر القواعد وقطرة من بحر التحدث والاستماع والطقس ومواضيع الحياة اليومية وحوارات وتعريف عن النفس وما إلى ذلك ربما أحد الطلاب يكون في معهد أو حتى في الجامعة أو يتعلم في المنزل كلهم لديهم نفس المشكلة كيف نتعلم اللغة الألمانية بدون تشتت كيف يمكننا حفظ المفردات كيف نستطيع أن نركز وكلها تعود بأساس واحد هو الكتاب المعتمد من الاتحاد الأوروبي إذن هناك كتاب هذا الكتاب يمثل مستوى لغة مثلا كتاب البي آينس أو البيتسفاي أو دا تسي آينس ومع الأسف عندما نتحدث عن منهجيات التعليم في دولنا العربية بشكل عام نتحدث عن أسس رأس مالية قائمة على كسب المال إذن مصلحة الطالب ليست بالمقام الأول وبدأ بالقول سأتعلم مستوى البي آينس في غضون شهرين هذه ليست خطة واضحة وليس هناك لديه أي أهداف هناك فقط رؤية وهناك بعض الأسئلة مثلا أحمد لدينا اختبار لغة قريب ولا نستطيع دراسة كل شيء ماذا علينا أن نفعل أنا أنصحكم بحفظ الجمل لكن حفظ الجمل بفهم في هذا الفيديو سنقدم لكم خلاصة الخلاصة عن تعلم اللغة الألمانية من أين وكيف ومتى سنجيب عن العديد من الأسئلة وسنقوم بجميع كل المعلومات في فيديو واحد لذلك ركزوا معي وتوقف قليلا المطلوب منكم أن تشاهدوا الفيديو بدون تشتت فقط أعطوني انتباهكم وركزوا جيدا وإذا كنت تريد أن تدون الملاحظات يمكنك إعادة الفيديو وتدوينها مرة أخرى لكن حاول أن تستمع إلى جميع المعلومات بشكل مباشر أكثر سؤال يتكرر علي دائما كيف يمكننا تعلّم اللغة الألمانية نجد صعوبة كبيرة في تعلم اللغة ربما أحد الطلاب يكون في معهد أو حتى في الجامعة أو يتعلم في المنزل كلهم لديهم نفس المشكلة كيف نتعلم اللغة الألمانية بدون تشتت كيف يمكننا حفظ المفردات كيف نستطيع أن نركز كيف يمكننا أن نستوعب كل هذه المعلومات لأن معاهد اللغة تقوم بإعطائنا الدروس بشكل متسارع دون الأخذ بعد اعتبار ضخامة المعلومات في البداية هناك أسئلة كثيرة أليس كذلك؟ ركزوا معي دعونا نقوم بحلها بهدوء واحدة والأسرة بالبداية يجب أن ندرك بأن تعلّم أي لغة يتطلب مصدر أساسي لهذه اللغة على السبيل المثال الكتب أو المادة المقررة من المعهد والجامعة وغير ذلك إذن بالبداية لكي نكون على بين أي شخص يتعلم لغة الألمانية يجب عليه أن يتعلم من هذا المصدر سواء كان يتعلمها عن طريق معهد أو بالجامعة أو حتى في المنزل يجب عليه الإجتهاد وجمع المصادر بنفسه وهذا الأمر يقودنا لذور ويتتعلم اللغات ورجاء أن ركزوا معي هناك العديد من الأشخاص يتعلمون اللغة فقط لكي يستطيعوا التحدث بها وهذا الأمر يختلف تماما عن شخص آخر يريد تعلم اللغة لكي يدرس في الجامعة مثلا أو لكي يحصل على قبول عسبلدونك تدريب مهني تكوين مهني وغير ذلك إذن دعوني أنهي لكم الأمر من بدايته إذا كنت من الأشخاص الذين يريدون تعلم اللغة فقط للتحدث بها للسفر للهواية وغير ذلك عليك بأن تتابع الفيديوهات والمصادر المتعلقة بتطوير مهارات التحدث وأنصحك بأن تتابع سلسلة أو كورس المحادثة موجودة على قناتي ويمكنك إيجادها في علامة الاستفعام والآن لنتوجه بشكل مباشر للأشخاص الذين يريدون تعلم اللغة لكي يحصلوا على شهادات لغة هناك اعتماد هنا إذن يجب أن ندرك إذا كنت تريد أن تحصل على اعتماد اللغة عليك أن تتمكن من المهارات الأساسية الأربعة وهي مهارات اللغة الأربعة الأساسية يجب عليك التمكن منها سويا لكي ترتقي في مستويات اللغة ويجب علينا أن ندرك بأن الجامعات الألمانية معظمها يطلب منك مستوى الـ B1 أي الـ B1 مما يعني بأن عليك أن تجتاز مستوى الـ A1 والـ A2 ثم الـ B1 وهناك العديد من الجامعات تطلب منك اختبار التسداف أو حتى مستوى الـ B2 أو C1 مما يعني بأن تعلم اللغة الألمانية بشكل جاد لا مفر منه إذا كنت تريد الذهاب إلى ألمانيا سواء لإكمال دراستك الجامعية بمختلف المراحل وإضافة إلى ذلك لدينا الأوسبلدون ولدينا فيزة البحث عن عمل أيضا كل هذه الأمور مترابطة ومتشابكة بمفتاح واحد وهو تعلم اللغة الألمانية ولنفترض بأنك الآن تقف أمامي وتخبرني إذن كيف ستعلم اللغة الألمانية سأخبرك هناك العديد من الطرق وكلها تعود بأساس واحد هو الكتاب المعتمد من الاتحاد الأوروبي إذن هناك كتاب هذا الكتاب يمثل مستوى لغة مثلا كتاب البي آينس أو البيتسفاي أو دا تسي آينس هذه الكتب تحتوي على كل الأقصام بشكل متكافئ وطريقة تعلمك لهذا الكتاب وهذه الكتب تختلف فبعض منها قادر على تعلمها في المنزل أو ربما البعض عليه أن يذهب لمعهد يفضل أن يجد شخصا آخر يشرح له وهناك العديد من المواقع مثل هذه المواقع أيضا تعتمد على أحد الكتب الأكاديمية لننتقل الآن إلى السؤال الآخر أنت وجدت طريقك في أحد الكتب وتدرس على الكتاب بأحد الطرق أنا سأجيب بشكل عام سواء كنت تدرس بشكل فردي بالمنزل أو حتى في معهد أو جامعة وأنت تدرس في الكتاب لحظت بأنك لم تستطع فهم بعض القواعد إضافة إلى ذلك المدرس في حالة المعاهد أو الجامعات يشرح بشكل سريع هذا الأمب الطبيعي طبيعي لأن المدرس هو عبارة عن شخص أتى لكي يقدم لك المادة ومع الأسف عندما نتحدث عن منهجيات التعليم في دولنا العربية بشكل عام نتحدث عن أسس رأس مالية قائمة على كسب المال إذن مصلحة الطالب ليست بالمقام الأول هذا أمر مفروب لذلك عليك الاجتهاد بنفسك وأنا أنصحك عندما تواجه أي مشكلة في درس معين عليك أن تأخذ الموضوع وتبحث به بنفسك في يوتيوب لنفترض أنك في معهد للغاة ويقوم الأستاذ لكي يشرح لك مثلا غي المسيش فياب أو مثلا أدوات التعريف هذه المواضيع يمكنك أخذ العنوان ووضعي في يوتيوب ستجد العديد من الشروحات سواء في قناتي أو غير ذلك ستجد شروحات لمدرسين يتحدثون باللغة العربية والإنجليزية أو حتى الألمانية هذا هو مفتاح تعلم اللغة هذه هي أحد أفضل الطرق الفعالة لكي تتعلم وأنصحك بأن لا تتشتت وماذا أعني هنا؟ ماذا أقصد؟ أقصد بأن اليوتيوب والتطبيقات تعلم اللغة والمواقع العشوائية التي تبنى بشكل عشوائي دون الأخذ بعين لإعتبار أساس أكاديم معتمد لا يمكنك اعتمادها كمصدر أساسي هذا الأمر القطعي أنا أنصحك بأن تتبع كتابا وتأخذ المواضيع التي توجد داخل الكتاب وتبحث عنها لكي تتقدم وهذا الأمر أساسي ومهم جدا يا جماعة لماذا؟ لنفترض أنك تقوم بتعلم اللغة العلمانية على اليوتيوب وبعض التطبيقات بشكل عشوائي مثل دروبس ولنغوني وميم رايس وبشكل يومي تقوم بأخذ بعض المعلومات من هذا التطبيق وبعض النصائح من هذا الفيديو ماذا بعد؟ كيف يمكنك أن تقيم مستوىك؟ لنفترض أن هناك شخص منكم أخبرني بأن هذه التطبيقات مفيدة وأنا تطورت وتعلمت العديد من المصطلحات أنا ويدك نعم أنت تعلمت العديد من المصطلحات لكن أخبرتك بالبداية إذا كان هدفك الحصول على الورقة ورقة شهادة اللغة عليك أن تتبع منهجية أكاديمية وركزوا معي أنا هنا لا أقول لكم لا أصبركم بأن هذه التطبيقات سيئة لا 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 على العكس أنا أشجع بأن تتعلموا بطرق تفاعلية وأنظمة نقاط لأنها محفزة وغير تقليدية ومفيدة بالإضافة لمحتوى اليوتيوب التفاعلي إنه جيد جدا لكن أنا أقول لكم بأن تعتمدوا على الكتاب وعند إنهاء متطلبكم بالكتاب لهذا اليوم يمكنكم الدراسة بالتطبيقات وغير ذلك أقصد على سبيل المثال بأننا نريد تعلم اللغة ووضعنا خطة مستدامة طبعا الخطة تكون دائما موضعية ولديها رؤية والرؤية مكونة من عدة أهداف مما يعني؟ لنفترض هناك شخص يدعى عمر قام بوضع خطة لتعلم مستوى R1 وبدأ بالقول سأتعلم مستوى B1 في وضون شهرين هذه ليست خطة واضحة وليس هناك لديه أي أهداف هناك فقط رؤية أنا شاهدت بكل وضوح رؤية يريد تعلم المستوى الأول إلى الشارع لكن أين هي الخطة؟ الخطة يا جماعة تعني بأن مستوى R1 مكون من R1.1 وR1.2 A1.1 A1.2 سيقول بأن A1.1 سأقوم بتعلمه على كتاب Studio و Dimension ونزوفايت أي نوع من الكتب الأخرى وهذا الكتاب يحتوي على 36 وحدة سأقوم بدراسة وحدة كل ثلاثة أيام هنا أنا أجد خطة واضحة أرأيتم الفرق؟ لديه محددات وديدلاين أو موعد نهائي لكل درس وأنصحكم بأن تجعلوا دائماً هاي الخطط خطط منطقية وليست بعشوائية ولا تقوموا بوضع أهداف غير منطقية يجب أن يكون هدف ذكي أي يتبع معايير سمارت ما هي معايير سمارت؟ Specific مخصص أو محدد Measurable قابل للقياس Attainable قابل للتحقيق Relevant ذو صلة و Timely محدد ولا تتشتت أبداً كما أخبرتكم تابعوا الفيديو الآن بالاستماع وبعد ذلك عودوا لتدوين ملاحظاتكم لكي تحصلوا أكبر فائدة ممكنة دعونا نرجع قليلاً لقصة عمر لقد حدد بأن يدرس وحدة كاملة كل ثلاثة أيام وقام بوضع استراحة ليوم واحد في الأسبوع مثلاً يبدأ دراسة بيوم الاثنين والسلثاء والأربعاء ينهي الوحدة يوم الخميس لديه عطلة ويكمل الوحدة الأسرة في أيام الجمعة والسبت والأحد وهكذا ولقد قام بتحديد ثلاث ساعات في اليوم لدراسة اللغة الألمانية على هذا الكتاب ومن ضمن هذه الساعات البحث في يوتيوب عن مواضيع الكتاب إذن وجد أن درس اليوم يتكلم عن الحروف بدأ بتعلم الحروف واستمع لينشدة الحروف ودرس الحروف على يوتيوب ثم عاد وقام بحل بعض التمارين ووجد أنه أنهى متطلبه من دراسة الكتاب لهذا اليوم وما زال لديه طاقة ويريد دراسة اللغة هنا يمكنه الذهاب والبحث في يوتيوب والتعلم بشكل عشوائي وفي التطبيقات لا مشكلة في ذلك لكن لا تصل لمرحلة الاستنزاف لا تستنزف نفسك دون تحقيق المتطلبات الأساسية اليومية هذه هي رسالتي لكم وهنا سأتكلم لكم عن أحد المواضيع المهم جدا التي رأيتها خلال الفترة الماضية وقرأت عنها هناك مثلث هذا المثلث يركز على وصف عملية الفهم والتعلم والاستيعاب في العقل دائما أخبركم حاولوا أن تقوموا بربط الحواس في عملية التعلم لكي تستطيعوا تثبيت المعلومات وفهمها بشكل أفضل وأكرر لكم أهمية ربط الحواس هنا سأتحدث عن المثلث الذي سيجيب على أحد أهم الأسئلة وهي لدينا مشكلة في الحفظ نحن ننسى المصطلحات كيف يمكننا أن نثبت معلومات اللغة التي تعلمناها الآن سأجيبكم على هذا السؤال نبدأ بحفظ المعلومات عن طريق الاستماع لها سواء في الفيديوهات أو حتى إعادة قراءتها يمكننا قراءة الكلمة وتكرارها بعد ذلك يمكننا دمج القراءة والاستماع بنفس الوقت نقرأ الموضوع ونكرره يمكننا قراءة النص لأكثر من مرة لأن التكرار هو أحد العوام الأساسية بالحفظ بعد ذلك هناك عامل المناقشة يجب عليك أن تتناقش بالموضوع الذي تعلمتك سواء كان النقاش مع شريك لغة وهنا أصبركم بأعمية شريك اللغة الذي يساندك ويساعدك ويفيدك وتفيده لأنك عندما تقوم بشرح معلومة لصديقك أو زميلك عن اللغة أنت تعزز من المعلومة وتثبتها لديك وبنفس الوقت تقوم على إزالة أي نقاط ضعف في هذه المعلومة لأن التكرار وقمنا بشرحه مفصلا في أحد الفيديوهات السابقة التكرار على أوقات متفاوتة يساعد في عملية تنكين المعلومة ويجب عليك أن تدرك أمرا مهما إذا كنت قادرا على إيجاد نقاط القوة لديك في عملية التعلم وإذا استطعت معرفة أي نوع من الأشخاص أنت أو ما هو نقاط قوة عقلك ستكون قادرا على تسهيل عملية التعلم ماذا أقصد؟ قصدي هو إذا كنت من الأشخاص الذين يتعلمون عن طريق الاستماع يتملك ذاكرة سماعية عليك الاستماع كثيرا إذا كنت من الأشخاص الذين يملكون ذاكرة بصرية عليك النظر والقراءة بشكل كبير وكيف يمكنك معرفة ذلك؟ ستعرف ذلك عن طريق التجربة لأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف أي شيء دون أن يجربها فعلى سبيل المثال إذا كنت في أحد الإختبارات وتذكرت مثلا صورة الإجابة على الكتاب صورة صورة النص المطلوب هنا ندرك بأنك صاحب ذاكرة بصرية أما إذا تذكرت صوت شخص ما يتحدث عن بعض المعلومات سواء كان صديقك أو المدرس هنا ندرك أنك صاحب ذاكرة سماعية على سبيل المثال أنا صاحب ذاكرة سماعية وبنفس الوقت لدي ذاكرة بصرية لكن ليست قوية جدا فأذكر أنني قمت باستثمار هذا الأمر بالعديد من الأمور عندما كنت أدرس في الجامعة أتذكر بأنني كنت أعمل في أحد المطاعم كنت أستغل وقت عملي بالمطعم لأنني كنت أعمل في التقطيع وما إلى ذلك تقطيع الخضروات فكنت أضع سماعة وأسجل صوت نفسي في المنزل قبل الذهاب للعمل وأنا أقرأ التعريفات والأمور المهمة في المادة التي لدي اختبار بها وأسمع لصوت نفسي وأنا أعمل فهذه الخطوات البسيطة ساعدتني بشكل كبير لإجتياز العديد من الوواد دون دراستها وأنا لا أنصحكم بعدم الدراسة لكن أخبركم بأنك إذا استطعت معرفة نقاط قوتك يمكنك استثمارها بشكل ملحوظ وواضح ودائما التكرار والتعلم الصعب يصعب عليك نسيانه أما إذا كنت تأخذ المعلومات بشكل سهل وسريع ستنساها بشكل مباشر وأسرع من ذلك أساس اللغة يجب عليك أن تدرك بأن جميع من تعلمين اللغة الألمانية أو معظمهم يمرون بنفس الحالة التي تمر بها أنت مما يعني بأن أساس اللغة ليس بالأمر السهل لأن الأساس عبارة عن قطرة من كل بحر قطرة من بحر القواعد وقطرة من بحر التحدث والاستماع والطقس ومواضيع الحياة اليومية وحوارات وتعريف عن النفس وما إلى ذلك نحن نتحدث عن قطرة بسيطة من كل بحر إذن هناك تشتت هناك نسبة تشتت عالية أمر طبيعي جدا لكن تخيل معي بأن اللغة عبارة عن هرم وأنت الآن بالمربع الأول إنه ليس بذلك السمك لكنه طويل جدا لكن عند إكباله ستستطيع البناء فوقه بشكل أسهل لكي تصل إلى مرادك في تعلم اللغة إذن يجب علينا أن ندرك بأن الأساس ليس بالأمر السهل لكن عندما نبنيه يمكننا الصعود والتألق في مستوى اللغة بشكل أسهل وكلما بنيت أساسك اللغوي بشكل أقوى سهل عليك تعلم المستويات المقبلة وأنا أنصحكم بأن تشتهدوا بأساس اللغة ولا تهملوا أي نقطة وتتعلموا كل الأساسيات لكي تستطيعوا التألق بشكل أسرع وهناك بعض الأسئلة مثلا أحمد لدينا اختبار لغة قريب ولا نستطيع دراسة كل شيء ماذا علينا أن نفعل؟ أنا أنصحكم بحفظ الجمل لكن حفظ الجمل بفهم لماذا؟ لأن الجمل يا أعزائي تحتوي على مفردات وقواعد وتركيبات جمل وحالات إعرابية نومنتيف أكوزاتيف داتيف كينيتيف وأرتكل أدوات تعريف أدوات تعريف مصرفة أفعال مصرفة بما أن على الضمائر كل ذلك يوجد بالجمل إذن إذا استطعت أن تحفظ جملة بشكل واضح وأن تحفظها مع فهمها لأنت هنا استطعت أن تجمع أو تقوم بجمع كل محاور اللغة في آن واحد لذلك إذا دخلت على قناتي ستجد العديد من الفيديوهات التي تتكلم عن أهمية جملة أهمية سؤال أهمية سؤال الجزء الثاني أهم أربعمائة كلمة أهم الأفعال مع جمل أهم المواقف من الحياة اليومية مما يعني يا عزائي بأني لن أقصر بعكم بأي شيء لقد قمت بعمل العديد من الفيديوهات التي تتحدث وتحاكي واقع الحياة اليومية في ألمانيا لذلك عليك بأن تتعلمها وبنفس الوقت يمكنني أن أنصحكم بشيء بسيط إذا كنت فعلا لا تملك الوقت الكافي لا تتعمق بتفاصيل المفردات وركز على القواعد ومحاور اللغة الأساسية والتعريف بالنفس وأدوات الربط وذلك الأمر يعتمد على المستوى كأنني أتحدث عن المستويات الأولى يعني A1, A2, B1 أما إذا كنت في مستوى B2 فعليك التركيز على مصطلحاتك التي تستخدمها فإذا قمت باستخدام مصطلحات أضعف من مستوىك فهذا الأمر سيء بشكل فضيع سيء جدا عليك أن تقوم بحفظ مصطلحات مستوىك ويأتي شخص آخر ويسألني كيف يمكنني أن أعرف مصطلحات مستوىك؟ لنفرض أن مستوي B1 كيف علي أن أتحدث بمصطلحات الـ B1؟ نعود لموضوع الكتاب الأكاديمي إذا مسكنا الكتاب وفتحناه من آخر صفحة يمكننا أن نجد كل المصطلحات في هذا الكتاب فعليك حفظها وعليك الانتباه لأدوات الربط وعليك حل إختبارات كثيرة ونماذج لامتحانات اللغة ركز على الاستمراري أي لا تقوم بالدراسة لمدة ثمن ساعات لعدة أيام وبعد ذلك تستنزف نفسك ولا تستطيع أن تكمل يا عزائي مفتاح تعلم أي لغة هو الاستمرار إذا التزمنا بشكل يومي لعدة ساعات نستطيع أن نحقق مرادنا من تعلم اللغة وأنصحكم باتباع قاعدة 5-25 وشرحتها مسبقا بكل اختصار هي عبارة عن أن أقوم بالدراسة 25 دقيقة بعد ذلك نأخذ استراحة لخمس ضفاف ونكمل بهذا السايكل لمدة ساعتين أو ثلاث حسب ما نريد تعلمه وحسب إذا قمنا بالوصول لمرادنا اليومي أو هدفنا اليومي أم لا الآن سأتحدث عن الدواد التعريف فالسؤال الذي حير كل متعلمين ومتحدثين اللغة الألمانية دعوني أعطيكم الموضوع من آخره عديد من الأسئلة كيف نميز دواد التعريف كيف نعرف ما هو الجنس النحوي وما إلى ذلك أنا أخبركم بكل صراحة وبشكل شخصي سألت العديد من الألمان من متحدثين اللغة الأصلية الأم سألت مدرسين ألمان يعلمون اللغة الألمانية سألت مدرسين عرب سألت العديد من الأشخاص قرأت كتب عدة عن هذا الأمر وقمت بإيجاد الكثير من القواعد والكثير من الطرق لتحديد الجنس النحوي وشرحت بعضها في العديد من الفيديوهات لكن بعد كل ذلك أخبركم بأن أفضل طريقة لتمييز أداة التعريف هي حفظ الأدوات مع الكلمات الشائعة فقط قم بحفظ الكلمات التي تريد أن تستخدمها وما بعد ذلك قد تكتسب الأذن الألمانية وتستطيع التمييز بشكل مباشر ماذا أعني؟ أعني بأن هناك شيء يدعى الأذن الألمانية هذه الأذن نكتسبها عند فهمنا الكامل للغة أو فهمنا بشكل كبير ذأي لغة مثلا كمتحدثين لغة عربية نستطيع تحدث اللغة دون معرفة كل القواعد ومع ذلك كلامنا صحيح ومنطقي هذا ما أقصده ما أقصده أن الاستماع بشكل كبير لأي لغة يكسبون أذنها فعندما نستطيع اكتساب الأذن الألمانية يمكننا تمييز الجنس النحو الوعدات التعريف دون الحاجة لأن نستخدم أي قاعدة أو إذا كنتم تريدون الإطلاع على تلك القواعد سأترك لكم شرح درس أدوات التعريف في علامة الاستفهام لكن كما أخبرتكم بأن القواعد عندما تحفظها لن تستطيع أن تدرك كل شيء على هدى فقولا واحدا أدوات التعريف أنصحك بمتابعة الفيديو هذا أو حفظ الكلمات مع أداة التعريف الخاصة بها دعونا الآن ننتقل لجزئية الاندماج وأهمية موارسة اللغة بقدر ما استطعت من حفظ وتعلم اللغة يجب عليك استخدامها مما يقودني لأن ألوم بعضكم على التهرب من التحدث باللغة الألمانية في العديد من الواقف أستمعوا وأشاهدوا كثير من المتعلمين اللغة عندما يضعون في موقف لكي يتحدثوا مباشرة أول جملة يقومون بإخبارنا بها استثملا من دورش استنشت زبوت كوننزي بيت اوف انجلش برشن ودعو في عرابش إذا كانوا من العرب هذه الجملة قم بإزالتي لا أريد أن أستمع إليها لا تخبرني بها أبدا لا تخبرني إش كان نش دورش برشن إش برشاين بسن دورش لا تخبرني ذلك قم بالتعامل مع نفسك ضع نفسك بالأمر الواقع تحدث أخطئ أصب عليك أن تتحدث إذا كنت دائما تهرب ودائما تتهرب من تحدث اللغة لن تستطيع أن تتطور عليك أن تخطئ كلنا نخطئ ونصيب وستجد بأن المجتمع الألماني مرحب بفكرة تعلم اللغة ودائما يقوم بتشجيعك حتى إذا كنت مخطئا في بعض الأحيان يقوم بمحاولة فهمك ومساعدتك فلا بأس في ذلك وبالنهاية أخبركم بأن قناتي على يوتيوب يوجد بها العديد من السلاس إذا قمت بالدخول لقوائم التشغيل ستجد عدة سلاس سلسلة تعلم لغة ألمانية من الصفر وهناك كورس المحادثة وسلسلة شرح أدوات التعريف وما إلى ذلك هناك سلسلة A1 هناك بعض الدروس عن شرح اختبارات اللغة وبعض الفيديوهات المحادثة وبعض الفيديوهات لمستوى B1 أهم الجمل والكلمات كل هذه الفيديوهات تساعدك في رحلتك في تعلم اللغة لذلك لا تنسى أن تفوم بالإعجاب بهذا الفيديو ولا تنسى أن تترك لنا تعليق لتخبرنا عن رأيك يمكنك كتابة مستواك باللغة الألمانية لكي تجد شريك للغة لكي تمارس معه اللغة ونحن الآن في عصر التكنولوجيا ووسائل التواصل يمكنك التواصل معي شخص يمكنكم حتى أن تتواصلوا معي هذا هو حسابي بالإنستغرام إذا كان لديكم أي أسئلة لأي شخص مهتم بمحتوى أكثر يمكنكم الالتساب بالقناة أعتذروا على الإطالة لكن كنت أريد أن أوضح كل الأفكار والأسئلة التي تتكرروا علي بشكل يومي وأسبوعي لكي أريحكم من كل هذه الموضع قمت بوضعها في فيديو واحد لا تنسوا مشاركة الفيديو لأي شخص مهتم في تعلم اللغة الألمانية وإذا كنت قد وصلت لهذه الجزئية من الفيديو فأنا أهنئك على إصرارك وعزيمتك في تعلم اللغة سأطلب منك شيئا واحدا عليك بأن تستمر بهذه العزيمة والهمة ولا تجعلها فقط في البدايات وأنا أعدك بأنك إذا استمريت بنفس هذه الدافعية ستتعلم اللغة الألمانية بشكل سريع وقم بوضع مواجي علم ألمانيا في التعليقات لكي أعلم أنك وصلت إلى هذه الثانية من هذا الفيديو وأنا هذا كل شيء دمتم بفير أعلم أنت ترجمة نانسي قنقر أعلم أنت ترجمة نانسي قنقر